موسيقى فيينا تشهد جريمتي قتل وانتحار لمرأتين إحداهم بالتراضي انعقاد قمة أوروبية في إسبانيا لملاقشة اتفاق إصلاح نظام الهجرة المخابرات تحذر من خطر الجماعات اليمينية المرتبطة بالنازية خبراء فيفو وإيها إيس يتوقعون حدوث ركود في الاقتصاد هذا العام إي كونترول تؤكد ان امدادات الطاقة آمنة ومستقرة فيينا تتجاوز حاجز المليونين نسمة للمرة الأولى بالقرن العشرين من عنوين النشر إلى تفاصيلها أهلا بكم على النمسا ميديا وفي خبرنا الأول وقعت جريمتي قتل وانتحار اليوم في فيينا في أقل من 24 ساعة ذهب ضحيتها امرأتين قتلتها بالسكين ورجلا رمى نفسه من النافذة إضافة لإصابة شخص بجروح بالغ أثناء محاولته الانتحار ووقعت الحالة الأولى في فيينا الحي الثالث عشر حيث عثر على رومانية تبلغ من العمر 34 عاما قتلها شريكها النمسوي البالغ من العمر 63 عاما ثم حاول الانتحار وحسب المعلومات يقال أنهما كان يعانيان من ديون حيث وجدت الشرطة رسالة وداع موقعة من الشخصين أما الجريمة الثانية في فيينا اليوم في الحي الثاني حيث قام رجل بقتل زوجته البالغة من العمر 54 عاما ثم قفذ من النافذة ولقي حتفه ولم تعرف هنا جنسية الضحايا رفع قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في إسبانيا نص على إصلاح سياسة الهجرة المتفق عليه في اجتماع بروكسل ويتيح الاتفاق احتجاز المهاجرين على الحدود لمدة تصل إلى أربعين أسبوعا ويسرع النص دراسة طلبات اللجوء وترحيل أكبر عدد ممكن وقد وافقت ألمانيا عليه ورفضت بولندا والمجر وامتنعت كل من النمسا وسلوفيكيا والشيك عن التصويت ويتضمن الاتفاق آلية تضامن لرعاية اللاجئين وتحقيق التقدم نحو اتفاق شامل حذر جهاز الاستخبارات النمساوي من تهديدات النازيون الجدد في البلاد حيث يعتمد المتطرفون اليمينيون على الخوف والموت للتأثير في الرأي العام وذكر تقرير صادر عن الجهاز أنهم يتسمون بالعزم على استخدام العنف وبعضهم لديه سجلات جنائية تشمل جرائم خطيرة إضافة لأن العشرات منهم يملكون أسلحة مرخصة والبعض منهم يقوم بتخزين الأسلحة وقال الخبير في مكافحة التطرف برنهارد فيدينجنر أن حزب الحرية لديه هوية قانونية كحزب سياسي وهو يتنافس في الانتخابات باللون الأزرق توقعت معاهد الاقتصاد النمساوية إيها إس وفيفو توقعت ركوداً خفيفاً بنسبة 0.8 و0.4% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام وتشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 7.7 و7.8% ومع ذلك توقع الخبراء انتعاشاً اقتصادياً في عشرين أربعة وعشرين بنمو يبلغ 1.2 و0.9% على التوالي نتيجة زيادة الأجور وتحسين في الاقتصاد العالمي وتوقع الخبراء أن يستقر سوق العمل نسبياً مع زيادة طفيفة في الوظائف وتراجعاً في معدلات البطالة ذكر تقرير صادر عن هيئة التحكم بالطاقة في النمسا إي كونترول أنه رغم تحديات العام عشرين اثنين وعشرين فقد نجحت شركات الطاقة في توفير الإمدادات بفاعلية وتظهر الإحصائيات أن مدة انقطاع الكهرباء في المتوسط لكل منزل كانت أربعة وعشرين دقيقة فقط واستمر انقطاع عمدادات الغاز لمدة 1.19 دقيقة ويبرز التقرير أن الاضطرابات الجوية والأخطاء الداخلية تشكل معظم أسباب الانقطاعات وكان حوالي واحد وعشرين بالمئة من أعطال الغاز خارج مسؤولية الشبكة إضافة إلى أن الانقطاعات تحدث بشكل أقل في الصيف تجاوز عدد سكان فيينا حاجز المليونين نسمة بزيادة 19.500 شخص في هذا العام لتعجز مكانتها كواحدة من أكبر المدن الأوروبية ويعكس هذا الانجاز الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة في المدينة حيث يعتبر هذا أول مرة منذ بداية القرن العشرين ومن المتوقع تجاوز العدد الحاجز بنهاية العام وبهذا تكون فيينا خامس أكبر مدينة في الاتحاد الأوروبي والمرتبة الثانية بين المدن الناطقة بالألمانية وتعكس هذه التطورات تحول المدينة إلى مركز جاذب مع تحقيق جودة حياة مرموقة وفقا للتصنيفات الدولية كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم أشهركم على حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها في تطبيق إنفو جراد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم لاحقا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر